شكرا للمتابعين يا رب تكونوا كايسين وصحة جيدة معكم الصفاقة قناة تيوك النهاردة وضعية ماجهة عن الامير عبدالقادر الجزائري يعني حنوصف الامير وصف مادي وصف معنوي ممكن تسألون نفسيكم ازاي واحدة من مصر بتوصف الامير عبدالقادر الجزائري تعرفوا ازاي انا بصراحة شفته من النت شفته صوره وبرده قريت عنه شفت الشخصية بتاعته فانا وعملت له وضعية ادماجية رب تعجبكم ويرب يكونوا فكت في ايه في وصف الامير عبدالقادر الجزائري تمام يلا بينا كده عن وضعية اه وضعية ادماجية عن الامير عبدالقادر الجزائري عندنا الوضعية لما ناجي نكتب الوضعية اه نبدأ بالمقدمة مقدمة وعرض مقدمة وعرض مقدمة وعرض وخاتمة المقدمة بنكتب ايه فيها بيكون فيها تعريف او اصارة او تشويق اه بتكون سطر او سطرين العرض برضو بنسيب مسافة والمقدمة بنسيب مسافة والعرض بنسيب مسافة في العرض بنكتب ايه فيه بنكتب المطلوب منينا المطلوب منينا احنا نوصف الامير عبدالقادر الجزائري يعني اه وصف مادي وصف معنوي في العرض الخاتمة ان احنا بنختم اه سطر كده او سطرين او تلاتة بالكتير هو سطر او سطرين خليه سطر او سطرين اه وبرضو بنسيب بياض اه في بداية الخاتمة تمام الخاتمة برضو ممكن استشد او نصيحة اه او مقولة او حكمة تمام المقدمة بتحتي الامير عبدالقادر الجزائري بطل من ابطال الجزائر الامير عبدالقادر الجزائري بطل من ابطال الجزائر العظماء ومؤسس الدولة الجزائرية ومؤسس الدولة الجزائرية كده خلصت المقدمة بتحتي ان انا عرفت الامير عبدالقادر الجزائري ندخل على العرض ست مسافة صغيرة بياض كان الأمير قوي العضلات كان الأمير قوي العضلات وبشرته بيضاء شعره لونه أسود شعره لونه أسود ولحيته كثيفة قامته معتدلة وليس بالطويل ولا بالقصير ليس بالنحيف ولا بالثمين زو عينين خضراوتين تعلم فأصبح تعلم فأصبح مثقفا ملما بالعلوم المختلفة فهو كاتب وشاعر وفيلسوف وسياسي محارب تحلى بالشجاعة والصبر والتواضع تحلى بالشجاعة والصبر والتواضع وكذلك براعته وكذلك براعته وكذلك براعته في تنظيم الجيش والتخطيط المعارك تولى الإمارة وجعل منصبه تولى الإمارة وجعل منصبه وجعل منصبه تكليفا لا تشريفا وكذلك وحدة الأمة هي الأساس لنهض الدولته وكذلك وحدة الأمة هي الأساس لنهض الدولته كده خلص العرض بتاعي العرض بيكون أكتر من مقدمة وأكتر من الخاتمة الخاتمة بتاعتي إيه بتقول هكذا كان الأمير زعيم الجزائر هكذا كان الأمير زعيم الجزائر رحمة الله رحمة الله رحمة الله وهو كل رحمة الله وهو كل زعماء الأمة هكذا كان الأمير زعيم الجزائر رحمة الله عليه رحمة الله عليه وهو كل زعماء الأمة نبدأ بياض وننتهي بنقطة ربي يكون وفقت في وصف الأمير اشوفكم في الفيديوهات الجاية إن شاء الله كانت معكم مصطفى قناة يتيوب أشكركم على حسن الاستماع وليل قام موضوع تعبير آخر ووضعية إدماجية أخرى يلا مع السلامة